السلام عليكم يا شبابنا شباب السنوية العامة كرام آآ بنقدر نقول الالف مبروك كل امتحانات خلاص في آخرها. آخر امتحان لنا النهاردة هيبقى بكرا ان شاء الله وآخر ليت مراجع لنا النهاردة مع بعض من موقع مصراوي آآ يا رب يا رب يكون ختمها ختم خير وسعادة عليكم جميعا آآ وربنا يوفقكم في اللي جاي وربنا يكرمكم باحسن الدرجات ان شاء الله ويكون محقق آآ آآ امانيكم وآمانيكم ان انتو تكونوا كويسين كويسين دي ربنا هو اللي بيقدرها ماشي فخلى عندكم حالة رضا وبإذن الله تكون آآ السعادة من نصبكم ان شاء الله بإذن الله الواحد الاحد نبدأ اول مسائلنا النهاردة كده مع بعضينا السؤال الاولاني كان بيقول لنا عندنا آآ المنظر اللي قدامنا اللي بنسميه منظر طبعا بنعبر آآ البوينت بتاعتي ديت هي دي اللي بتعبر عن النمبر تمام اللي ما بين ده اللي بيعبر عن مضلس النمبر اللي هو بنسميه مضلس زد او بنتقل عليه خلاص فكده الار عندنا بكام بسري الانجل سيتا هي الانجل اللي ما بين آآ اللي من البوينت اللي لحد البوست من يا جماعة مع الالتزام بان احنا الانجل بتاعتنا لا تعدي ولا تقل عن لازم تكون في المنطقة اللي من لون هندرد ايتي ما ينفعش انجل كبيرة يعني نفعش تحط لي الكلام ده كل لازم تكون الانجل في ديت فطبعا احنا بناخد الانجل لحد يبقى الانجل بتاعتي هنا كام يبقى النمبر بتاعنا والانجل يبقى النمبر بتاعنا اللي هي سري كوزين وان هندرد تونتي بلوس اي ساين وان هندرد تونتي يعني الانسر بتاعنا نمبر سي عايزكو بس يتاخدوا بالكم من حاجة ان انت طول ما انت شغال في فرست كواد والسكند كواد فالانجل بتاعتك بتاخدها بالبوست دايريكشن لكن في الفورت كواد وفي الثرد كواد فالانجل بتاعتك بدأ قدها بالنيجاتيف دايريكشن يعني كده مسلا لو كان مدينا انجل سيرتي هنا مسلا كده قد بالمنظر ده لأ انت كده جاي من عند البوست دايريكشن من ال اكس اكسز رايح فيبقى كده هتحسب الانجل دي اللي هي تطلع لك طبعا وان هندرد ففتي لكن لما هتحطها عندك هتقول ايه سري كوزين نيجاتف وان هندرد ففتي بلوس اي ساين نيجاتف وان هندرد ففتي تمام ناخد بالنا من التفاصيل الصغيرة ديات عشان يبقى بالنسبان الفورم بتاعته مزبوطة نشوف السؤال اللي بعده اه ان بلاس الون كومبينيشن سري بلاس تو ان بلاس الون كومبينيشن تو بلاس ان بلاس الون كومبينيشن وان ايكول طبعا احنا عندنا الرولز بتاعت الكمبينيشن اللي من ضمنها رول مكتوبة ومعروفة وهتلاقيها موجودة في ورقتين ما تفاهم قدامك ان اللي هي بصورة وبمبساطة كده اللي فوق لازم يكون قد اللي فوق تمام كده الكلام وما بينهم والتحت اكبر من اللي تحت بواحد بس ده اللي المطلوب بني ان انا قادر اطبق الرول بناءا عن كده هوت طيب هو هنا هوت ان بلاس الون كومبينيشن سري بلاس توايس ان بلاس الون انا بشتغل هنا ما بينهم طيب ما هو سري اوكي ما فيش منه مشاكل دول اتنين لما احنا ممكن نفكهم اتنين بفعلا يبقى كده عندنا كده خلتهم بعض ومعانا الان بلس الون كمبينيشن وان تمام كده الكلام طيب كده اتحقق الشرط بالنسبة للاتنين الاولانين اه اللي فوق قد اللي فوق فعلا وهنا واحد اكبر من التاني تمام كده الكلام يبقى تقدر تمسك اللي فوق تزود عليه واحد تبقى كده كده كمبينيشن تاخد الكبيرة اللي هي من سري بلس نفس الرول هتطبقها في الاتنين التانيين عندك دول كده هوت برضو نفس اللي فوق يبقى كده خلاص هيزيد وان يبقى كده ان بلاس تو وناخد الار الكبيرة اللي هي بالنسبة لي اللي هي مين تو لقيت نفس داخل على نفس الرول تاني اقدر اختمها بقى انها كده ان بلاس السري اللي زودت برضو بلاس وان وعندنا كمبينيشن الار الكبيرة اللي هي مين سري يبقى من قلبي بتاعتي. أنا هنا عايز. يبقى انا مبدئيا كده عايز اوصل لきます ايه وعايز اكنسل الماتريكس سي. طبعا مفيش حاجة عندنا في الكمدرس بدينج يعني پيش حاجة اسمها انك هتودي الان ناحية التانية لأ اي متريكس عايزيني تكنسيلها بنعملها بتاحها. وطبعا اللي مكتوبة دي المقصود بها دي اذا يبقوا نال وناط والباقي كله زيروهات. اللي هي اللي كائناها اللي هي لو اتعمل اي بتديني نفسها. يبقى انا بالنسبة لي ان هو تعايز اكنسل ايه? صح? يبقى انا الاول محتاج اعملها بتاحها. وخلي بالك بترتيب. بترتيب من ناحيتها يعني داخل الاي ناحية اللفت يبقى لازم تعمل ناحية اللفت. لو كانت الاي ناحية يبقى نفس الموضوع. يبقى احنا كده هنعمل من ناحية اللفت. في الجنب الاولاني اهو. يبقى هنعمل الناحية التانية برضو من ناحية اللفت في الاي. هيكانسلوا بعض لانا هيدوني الاي. ويتفضل هنا هو بي سي. هيدينا الاي انفرس. كده انا محتاج اخلص من نين? من السي. يبقى انا محتاج اعمل بس من ناحية الاي. تمام? يبقى احنا كده هنعمل بي سي هنحط من ناحية الافت. لازم كل يبقى من ناحياته. الكلام دوت اكوال اي انفرس. هندخل هنا برضو من السي انفرس. يبقى هنكانسل السي مع السي انفرس يطلع اني البي اكوال اي انفرس ملتبلاي سي انفرس اللي هي الايجابة بتاعتي رقم ايه? خلي بالك اه ان ديت لو كان هنحطها شبه حالة بي مسلا ان احنا نحطه في واحد ايه انفرس ملتوبلاي سي انفرس لو بقى بنحب بنطلع الباور وندخل جوه اللي تين ماترسيز طايم اسبعد بيتبدل اماكنهم. يعني دي تبقى مكافأة سي ملتوبلاي ايه انفرس. خلي بالك بقى انفرس تحط على ملتوبلاي بينزل على الاتنين اه بس بيبدلهم. يخلي ده اللي قدام وده اللي وراء. تمام كده الكلام? نركز في المعناطي الصغيرة دي يا جماعة بيبقى فيها التفاصيل مهمة ساعة الامتحال. نشوف السؤال اللي بعده. ميد باي البلين تونتي اكس بلاس ففتين واي بلاس تولب زد اكوال سكستين يعني دوت البلين قاطع كوردينت اكسيز اللي هم اكس اكسز واي اكسز زد اكسز في ماشي? عايزي نجيب بتاع السورد اللي تكون باستخدام البلين مع طيب اه البوينت بقى بالنسبة لي دي yeah point of intersection ده اه عندك كزا طريقة تقدر تجيبها. ممكن عايز قطعتك او الانترسيكشن مع الاكس اكسز حط الاكسز والزد بزيرو. الانترسيكشن مع الاكسز حط الاكسز والزد بزيرو او في طريقة سريعة. لازم الايكوشن ديت لو ببسط كده فيه نمبر برا لو أكام سيكستي اعمل ديفايدد سيكستي لما تيجي تعمل ديفايدد سيكستي بالنسبالك هتلاقي ديت اكس اوفر وعندك تونتي ديفايدد سيكستي هيدك هنا سري تحت لان هتبقى وان اوفر سري آه وففتين ديفايدد سيكستي هيديك كده y over four و هيديك كده z over five الكلام ده ايك والكام المنظر ده يا جماعة ده منظر يعني انا كده بعرف على طول ان انا قاطع عند three وال y عند وال z عند يعني عندنا الحتة دي والحتة دي كده هوت والارتفاع ده كده هوت عندنا بكام بفايف طب اصلا ايه الشكل اللي تكون بالنسبة لي كده ده الشكل اللي احنا كنا بنقول عليه اسمه ايه برامد والفوليوم بتاع البرامد بيتحسب ازاي يا جماعة الفوليوم برامد بيكون ماشيه نشوف البيس بتاعتنا كام كاريا ونعملها والانسر كله يتعامل طب ايه الاريا بتاعت البيس بتاعي الاريا بتاعته اللي هو الشكل دوت لو انا سميتها مسلا الشكل ده طبعا ده شكل ايه المميز في التريانجل دوت ما ننساش يا جماعة انها يعني مش شرط ان انت اللي شايفه بعينيك هو دوت اللي انت حسه يعني انت مش شايف التريانجل بالنسب لك شايف الانجل ما بينهم كبيرة بس ما تنساش ان ده يعني الانجل اللي ما بينهم اصلا كام يعني ده رايت انجل تريانجل اقدر ادي بالاريا بتاعته بمنطقة البساطة عادي خالص اللي هما السايدين اللي هما الفور مع تمام؟ يبقى انا كده هوت بالنسبة لي الفوليوم توتل هيبقى ايقوال وان افر سري اريال بيس اللي هي هوف مالتبلاي سري مالتبلاي فور تايمز الهايد بتاع البرمد اللي هو جاي من الفيرتكس بربنديكولر على البيس ما ننساش برضو انه هو ده كمان زد اكسز وده اكيد بربنديكولر على البيلين يعني ده كده هوت هو ده الهايد بالنسبة لنا يبقى بالنسبة لنا الهايد بتاعنا هيبقى طبعا نحط الحزبة توتل على ونستنى النتيجة بتاعتها النتيجة بتاعتها هتطلع يبقى يونت كيوب يونت باور ثري تمام كده الكلام؟ يبقى تاني يا جماعة تقضوا بالكم من مناظر وازاي بجيب وز اكسس والزد اكسز يبقى اكيد الواي والزد بزيرا مع يبقى اكيد الاكس والزد بزيرا مع يبقى اكيد الاكس والواي بزيرو او لو هي عايز جيب على طول لازم ت стро formal برا اTra العرقام اللي تحت هي دي خلاص الانترسكشن وزا كوردينيت اكسيز. تمام كده الكلام? نشوف السؤال اللي بعده. افزال اكس مينس وون اوبر فور. اكوال واي مينس تو اوبر بي. اكوال زد اوبر سيس. نيفر انترسكت. بلين تو اكس بلس. مينس فور واي بلس سري زد. هو يعني ايه نيفر انترسكت? يعني عمره ما يتقابل عمره ما هيتقابل مع بلين. طبعا بلين ده كأنه مسلا الارض او الترابيزة اللي قدامي كده. عندي عمره ما هيتقابل مع البلين. يبقى ايه وضع ده بالنسبة للبلين? يبقى اكيد ان هو طيب لو عندنا اللي اللي بنقدر نجيبه من بتاعه. ماشي? اللي هو بتاعه بالنسبة لي هنا هوت. طبعا اه ده المنزر بتاعنا المنزر الكارتيزيان يبقى كده وطبعا تاخد بالك اني لازم تكون الاكس والواي والزد هنا هوت ما فيه جنبيهم اي نمبر او بتاعتهم تكون بالنيجاتيف ولا حاجة. ده اول حاجة لازم تكون متأكد منها تلتهم وتلت عشان ما تعملش اثر في الارقام اللي هتجيبها. تمام? طيب ايه اللي بقدر اجيبه من البلين? النورمال. والنسبة لي الارقام اللي قدام الاكس والواي والزد اللي هما مع 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 انا جاي بتاعه. البلين انا جاي بالنورمل بتاعه. ايه اللي اتنين ما لهم يا فندم? هما اللي اتنين ما لهم كده هوت على بعض. خلاص? يبقى خالي بالك لو يبقى البراليل للنورمال. لكن لو يبقى البراليل للنورمال. خلاص? يبقى لو هم الانتين نفس الحاجة خلاص انت بتتكلم الكلام اللي بالبديه على طول. يبقى البراليل يبقى البراليل للنورمال. لكن لين مع بلين. لا لين ليه دايركشن. ولبلين ليه ايه? نورمل. يبقى الاتنين على بعض. يبقى انا بالنسبة لي ادام الاتنين ونورمل بربنديكلر يبقى ده معناه على طول ان ما بينهم ايكوال كان زيرو. بقى اللي هو كان بيتعامل اللي هو يطلع علي يبقى يطلع علي اللي هو هيطلع لي الكلام ده الكلام ده هيطلع زيرو. اه في ناس بقى بتستخدم في ناس بتستخدم ايديها في الحسابات. كل الطرق هتؤدي ان البي بتاعتك اكوال سيرتين اوفر تول. خلوا بالكم نتركها دي كويس يا جماعة عشان الكلام ده متكرر في الامتحانات بشكل مهول. اوقات كتير يدينا خلاص 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 يبقى لكن لا يبقى هما الاتنين كده هو خلاص كده الكلام فرق ما بين الحالات. طبعا حالات اللي هي بناخد فيها اكس اوفر الاكس اكوال واي اوفر واي اكوال زيد اوفر زيد لكن لو كنت خلاص عرفت ان يبقى بتاعنا اكوال زيرو. تمام كده الكلام? السؤال اللي بعده. سيستم سري اكس بلس فور واي. اه سيكس سري اكس بلس وي بلس فور زيد. كي اكس بلس سري واي بلس فايف زيد اكوال زيرو. نيجاتف اكس بلس كي واي بلس زيد اكوال زيرو. هاز انفينيت نامبر اوف سيليوشن. تاخد بالك يا جماعة من المصطلحات بتاعة م cadaver الجافة. ولازم تعرف ان نوع بتاعك ان كان ولا لا لان. هي موجينيس هيموجينيس ده اللي هو بيكون كل فيها طالع اكوال زيرو. ودي كده وقت ما بيكونش ليها الا يا اما او اللي بنسمي اللي هو بيطلع اللي هي واي وحيدة والي هي لها وحيدة وزيد وحيدة اللي هو كل واحدة اللي هي فيو عشان كده اولي هي ايه? زيرو سيليوشن وليها ايكس ايكوال زيرو. واي ايكوال زيرو زد ايكوال زيرو. او بيطلع له دوت بيحصل امتى? ودوت بيحصل امتى? لما بيكون رانك ماتريكس بيكون قد عدد خلاص? وده بيحصل امتى لما تبتاحها ما يكونش ايكوال زيرو. ساعتها بتبقى المسألة ليها لكن لو الرانك اقل من عدد يبقى دوت امتى الرانك يطلع اقل من عدد لو الماتريكس بتاعت يكون زيرو. فهو هنا قال لي انها ايه? عرفت انا كده على طول ان لو جيت اجيب لها اكيد انها هتطلع زيرو. يبقى نبدأ نجيبي بتاعنا. طبعا تاخد بالك من ترتيب الحروف وترتيب لارقام اولانية اللي قدام ال واي وان اللي قدام الزد فور. تانية اللي قدام ال كاي اللي قدام الزد فايف. الاكوشن التالتة الاكس نيجاتيف وان كو افيشنت ال واي كي كو افيشنت الذد و tattoos اكيد الحزبة دي بتاعتي اكوال كام زيرو لعنى دي اتطلعت انفينت نامبر اوف سيليوشن بالنسبة للناس اللي شجالة كويس في الديترمنانت لما بيجي لك ديترمنانت زي كده والله لقيت حاجة مميزة من الرولز بتاعت الديترمنانت بحيث تحل بسرعة اوكي ما لقيتش خش الاكسبانشن على طول مش هيكون عامل مشكلة معانا الاكسبانشن بتاعنا طبعا اللي هو بنحط بوستف نيجاتف بوستف نبدأ بالي وراها اللي هي طبعا كده هنشيل الو وكلوم هيتفضل الديترمنت سري مع ماركي مع اون ماينس فايف طايمس كي اكوال فايف كي بعد كده ما ننساش بتاعت الان يبقى نيجاتف ون وراها خلاص الديترمنت هيبقى مع مع الان ماركيف مع الان هتبقى ماينس فايف طايمز نيجاتف ون يبقى نيجاتف فايف فدي هتقلب معي بلاس فايف بلاس الفور هنكنسل بردرو مع كلهم هيفضل اللي هو كي مع السري مع النيجاتف ون مع الكي كي طايمز كي هتدينا كي سكوار ماينس فري طايمز النيجاتف ون ببسطف سري والحزبة بتاعتي ايكوال زيرو ابدأ عمليتي بتاعتك بقى فكده عندك سري ملتبلاي سري ايكوال ماين سري طايمز النيجاتف فايف نيجاتف ففتين كي النيجاتف داخل على الاتنين يبقى كده نيجاتف كي مينس الفايف والفور تطلع فور كي سكوار بلاس تولف ايكوال زيرو هنجد عملية التجميع بقى بتاعتنا يبقى كده فور كي سكوار والكي تتجمع مع بعضية يطلعوا نيجاتف سكستين كي والنمبرز الناين مينس الفايف بلاس التولف هيطلعوا لنا بكام سكستين لحد كان انت مكنت تخش عالك الكوليتور بقى تعمل بتاعتك هتلاقي واحدة لكي موجودة اللي هي بتاعتنا الانسر بتاعنا نمبر ايه بيخدوا بالكم من حالات امت بتطلع انت بتطلع ونوعية نفسه ولا نن هيموجينيس طبعا نن هيموجينيس لو فيه نمبرز برا والنان هيموجينيس يبقى يا اما اللي هي الاكس تطلع نمبر والويت تطلع نمبر والزت تطلع نمبر اللي هي من الاخر ممكن تتحطى عالك الكترة وتطلع بتاعتها. يا اما يا اما افتكر كده على طول لو اكيد في حل. لو هما اللي اتنين اد يبقى الحل اسم لو مش اد نمبر لكن لو اختلفت عن بعضيها مش اد اعرف على طول انها نشوف السؤال اللي بعده. اهتموا الامر باينوميا لسيرة جامد بيجي فيها حوالي تلات اربعة فقرات فقل بالامتحان. آآ منهم فقرة ممكن تكون مباشرة خالص على فكت التورم بس حاجة زي كده واتمسلا. نيجي قولنا انزا اكسبانشن وان بلاس البي اكس اول باور ناين. آآ ازا كو اوفشانت اوفزا سيكس تورم. السيكس تيرم بالنسبة لنا طبعا تي سيكس. اللي هو يبقى الباور اللي هو ناين. الار اللي هي فايف. التورم التاني اللي هو البي اكس هيبقى عليه الباور ار اللي هي باور فايف. خلي بالك يبقى بنقالل من ده واحد. تمام? وعندنا ادي الوان باور ناين ماينس فايف اللي هي فور. طبعا انا فكتي الفاكة كاملة عشان بس ارجع معاكم بتاع التورم. اللي هو كده عندك تي سيكس ماشي? بنقالل من الار بتاعتنا وان. فيبقى كده تيت ناين كومبينيشن فايف. البي اكس اول باور فايف. والوان باور فور. طبعا المقصود اللي هو قدام الاكس. هيبقى هنا عندنا ناين كومبينيشن فايف. وعندنا البي باور فايف. وخلي بالك عندنا اكس باور فايف بول وان باور فور بوان. المقصود بمين? النمبر بس اللي قدام الاكس. يبقى كده هو تهيطلع ناين كومبينيشن فايف باور فايف. تمام? سؤال بسيط بس متوقع. اه بعد كده سؤال تاني خالص يقول لك كوزاين سيتا ماينس اي ساين سيتا. كوزاين سري سيتا ماينس اي ساين سري سيتا اكوال اي. يبقى السيتا دي اكوال كام. عارف ان انتوا اوقات بتااااا بتستخدموا تشيكات اوب بالكالكوليتور كتير قاويا. ماشي بس لو هنراجع المشهد كامل. نراجع على كل تفاصيله كده يا جماعة. اولا ده في حالة وعشان نقدر نعمل في حالة لازم تكون في الفورم المزبوطة بتاعتنا. تمام? الفورم المزبوطة لازم تكون ماينفعش في النص ماينس. ولازم هي اللي لوحدها والصين هي اللي جنب الطيب لو انا حبيت اعدل النمبر بتاعنا. هعدله ازاي? اولا حدد اللي مفيش جنبه اي. ده كده بالنسبة لك واللي جنبه اي ده اللي بالنسبة لك الواي. طبعا اكس كده معي بالبسطف والواي معي بالنجاتف بنائنا عن النمبر اللي هو كاتبه كوزاين مش حاطت جب بيها حاجة يبقى هي دي بالبسطف والصين اللي جنب الاي محطول جنبها ايه? نيجاتف. يبقى انت كده في الفورث كواد. في الفورث كواد بتاخد نيجاتف الانجل اللي عندك تزبط النمبر بتاعك. يعني اللي فوق كده يبقى كوزاين نيجاتف سيتا بلاس اي صين نيجاتف سيتا. طيب. بالنسبة للنمبر اللي تحت نفس الفورم تقريبا. كوزاين ماينس اي صين. يبقى برضو ده في الفورث كواد يبقى هناخدها كوزاين نيجاتف سيتا بلاس اي صين نيجاتف سري سيتا. كده هقدر اعمل حالة بالنسبة لي. وحالة طبعا ان احنا بنعمل للانجلز ماينس. يبقى كده عندنا كوزاين. هنعمل بقى سيتا ماينس سري سيتا. هتطلع لي كام? سيتا. بلاس اي صين. نيجاتف سيتا ماينس نيجاتف سري سيتا. هتطلع لي كام? تو سيتا. يبقى حالة الدفاينج اللي في الليفت هاند سايد هنا. ري سيت على انها كوزاين تو سيتا بلاس اي صين تو سيتا. بيقول لي النمبر دوك في الاخر هيطلع ايكوال اي. يهمين يا جماعة ان انتم تكونوا برضو عندكم بعض سرعات البديهة. انا عارف كل ده بيجي بالكالكوليتر و بنحول تريجنوم التريك فورم عادي جدا. بس في حاجات لو انت سريع بتخلص على سن الوقت دائما وابدا قافة امتحانات الماس الوقت زي ما قلنا خمسين مرة بل كده. ماشي في حاجات لو انت بتجي لك بسرعة يبقي خير وبرك. بمعنى لو انت عندك رقم اعرف على طول ان الانجل عندك زير. لو عندك رقم اعرف على طول ان الانجل بتاعته لو عندك رقم اعرف على طول ان الانجل بتاعته لو عندك رقم اعرف على طول ان الانجل بتاعته لكن الرقم اللي مستاهل اوي ان احنا نقعد نحسب لو رقم حاجة في وسط نفسه حاجة كده يكون فيها لكن اللي بس رقم خلاص ده انجله لو هو بالبوسطف تبقى لو هو بالنجل تبقى انجله بس زي خلاص ده انجله كده بالاي؟ بنياتي نيجاتيف سريها نيجاتيف فور اي كده انجله على طول كم نيجاتيف فانا بالنسبة لي الاي على طول كده انجله يعني وطبعا مفيش رقم هنا وهوط يبقى مفيش هنا هوط تمام كده الكلام? الانه السيدة بتاعتنا ايكوال وطبعا البعض eventual ايقل بعض يبقى ولادامي وتوسيتة بتاعتي ايكوال ايه سيتة بتاعتنا ايكل بافي وطبعا 45 اللي وهي الانجل مين? السؤال اللي بعده? او看ها لو كان بلاس سيتا او BeАي يبقى طبعا إحنا عن classroom حالة الاول نتاكد أن النمر مضبوطة يعني ايه النمر مضبوطة? الار برعا بالبصطف كوزاين بلاس اي صين وما بينهم اشارة بلاس. نفس الموضوع الار برعا بالبصطف كوزاين بلاس اي صين ما بينهم اشارة بلاس. ده معناه على طول كده خلاص ان النونبرز تمام. هنعمل بقى المالتبلاي. ايه اللي بيحصل فحالة المالتبلاي? في حالة المالتبلاي. الار بتتعمل مالتبلاي الفار. يبقى كده عندنا هنعمل. ارified conv. ونفتح البراكت بتاعنا كوزاين بلاس ماي ساين. بنعمل ايه بقى في الانجلز? الانجلز بحالة بتتعامل بلاس. يبقى هنا عندنا سيتا وان بلاس سيتا تو. وهنا برضو عندنا سيتا وان بلاس سيتا تو. تم كده المنظر بالنسبة انها هيوصل لانها ار وان ار تو كوزاين. وهو قال السيتا وان بلاس السيتا تو بكام باي. يعني ده طالع عندنا كوزاين باي بلاس اي ساين باي. لو رجعت للمشهد اللي ناس هقايله. من ديتين بالزبط? هتلاقي الانجل باي اللي هي انجل كام وان هندرد ايتي. وان هندرد ايتي يبقى معناه كده انها مديني رقم ريال نيجاتيف. رقم ريال نيجاتيف. يعني معناه كده ان الاجابة بتاعة الدوات هتطلع عن نيجاتيف ار وان ملتبلاي ار تو اللي هو الانسر نمبر بي. تمام? كده كلام? نشوف السؤال اللي بعده. تيرتي كومبينيشن ار. اكوال تيرتي كومبينيشن ار بلاس ستين. اه وعندنا ان برميوتيشن ستين ايكوال ناينتي ملتبلاي ان مينس تو برميوتيشن طايف. اول حاجة قلتلك في المشاهد اللي زي كده حضرتك دور عال سبيشيال كيسز وعال رولز اللي جهزة على طول معايا. الكمبينيشن في رولز كتير اللي هم التلقي ثري رولز اللي عندنا اللي من ضمنهم. لو عندنا تو كومبينيشن. الان قد الان. وما ما بينهم ايكوال. اعرف على طول يا اما الار اكوال ار بلاس تن. الصم بتاحهم ار بلاس ار بلاس تن ايكوال الان بتاعت اللي هي كامت تيرتي. يبقى لو عندنا اتنين كومبينيشن اكوال بعض. ان اد الان. يبقى خلاص يقيمة الار قد الار يقيمة الصم اكوال الان. طبعا هنا هو ادية الار لو راحت الار الار هاتي الكنسل. يعني دي منطقة هازنو سيديوشن. ما فيش مشاكل. نجمع المنطقة التانية. هيطلعنا عندنا تو ار اكوال تيرتي ماينس تن اللي هي كام توينتي. يبقى انا كده عرفت ان الار بتاعتي اكوال كام تن. نجي بقى للجزء التاني. ان برميوتيشن سيفن اكوال ماينتي مالتوبلاي ان ماينس تو برميوتيشن في اي سوبشر villains يا جماعة مابوش اي سوبشر spikes الا كيسة واحدة اللي هي ن بي ان اكوال ان بي ان ماينس ون. يعني لازم يكون ان والار اد بعض اكوال ان والار نعمل منها ماينس ون. ان بي ان يعني مسلا. نين برميوتيشن برميوتيشن ايد. لازم يكون اللي فوق اد اللي تحت. تمام? فاحنا هنا بالنسبة لنا يا جماعة عندنا الشغلانة بتاعتنا هنبدأ هنا هو نشتغل رولز الفكتوريال زي عادي جدا لاني ما عنديش اي سبيشيال كيس. يعني فكتوريال ان. فكتوريال ان مينس سفن. ايكوال ناينتي. ان مينس تو برميوتشن بايف. يبقى كده فكتوريال ان مينس تو. اوبر فكتوريال ان مينس تو مينس فايف اللي هي ان مينس سبن. طبعا خلي بالك انك فراكشن ايكوال فراكشن الناحية التانية يعني نقدر نكنسل دونوميناتر والدونوميناتر. يعني فكتوريال ان مينس سفن نقدر نكنسله خالص من الشغل بتاعنا. هنا هيتفضل لي فكتوريال ان ايكوال ناينتي فكتوريال ان مينس تو. عندك هنا كزا طريق يتحل مش طريقة واحدة. طريقة امرة واحد انك ممكن توصل الفكتوريال الكبير للفكتوريال الصغير. يعني تقدر تاخد بقى من الان ان وان مينس وان يتفضل لنا فاكتوريال ان ماينس تو يكانسل وبيت كده عادية. وممكن ترجحها تاني. ازاي يا جماعة? توصل انك فاكتوريال ان دفايدد فاكتوريال ان ماينس تو. اول ما تلاقي نفسك وصلت اتنين فاكتوريال دفايدد بعض يا جماعة. يبقى المسألة دي اصلها اتنين فاكتوريال دفايدد بعض يبقى اصلا ايه? عندك هنا هوت. اللي فوق هو ده اللي هيبقى الان. والبيس اللي تحت هنا هوت اللي هي ما بين الاتنين. يعني ان ماينس ان ماينس تو ان ماينس ان هتتكانسل والنيجاتف هتخش على النيجاتف تو هتديني بوسطف تو. يبقى معنا كده انا عرفت ان ان ازن كده بالمنزر ده وتقدر تعرف الان بسهولة هم بعض الدوني يعني انت عرفت كمان ان الان بتاعتك هي كمان كام تن. طب انا عرفت ان الان بتن وعرفت ان الار بتن. هو عايز فاكتوريال ان مينس ار. يعني هو عايز فاكتوريال التن مينس التن. فاكتوريال تن مينس تن يعني فاكتوريال زيرو. محد الشي انسى بقى ان فاكتوريال الزيرو اصلا بكام بوان. يبقى الانصر بتاعنا نمبر بي. السؤال اللي بعده. عايزين نعرف الترم الفري اوف اكس. يعني ايه ترم فري من الاكس. يعني ترم ما فيهوش اكسات عندي. يعني الاكس بتاعته باور كام? اكس باور زيرو. يعني الباور باور زيرو. اي مسألة باينوميال سيرم بتدور على ترم في اكس باور اي نمبر. البداية دائما وابدا انك بتفكر جنرال ترم بتاعنا. اللي هو تي اار بلاس الون. ايقوال تن الون اوفر اكس اللي هو الترم التاني باور ار. والاكس باور تن مينس ار. ده على طول ده البداية بتاعتي دائما وابدا. خد الارقوم على جنب. يعني عندي هنا هو ادي تن كومبينيشن ار. طبعا في عندي هنا بس ما لهاش تأسير في الحسابات. وبعد كده امسك الاكس بتاعتك لملي باورات المسألة بتاعت الاكس بتاعتنا. طبعا لما نيجي نلم الباورات هنلاقي فيها عندنا هنا تن مينس ار. من هنا. وخلي بالك الاكس اللي تحت دي يبقى باورها بالنيجاتيف. يبقى هنا كمان مينس ار. يبقى احنا كده وصلنا ان تن مينس تو ار. الكلام دوت يعني الكلام دوت لازم يطلع ايقوال كام? زيرو. يبقى كده الار بتاعتنا ايقوال فايف. خلي بالك الار بفايف. بس هو بيسألني الترم مين? مين هو الترم نفسه? يبقى هو ترم رقم سيكس. لان احنا لما بنفك هنا بنفك تي ار بلاس وان. تمام? السؤال اللي بعده. وان اوميجا اوميجا سكوار اوميجا سكوار وان اوميجا 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 سكوار بلاس وان داخل بتاعنا يا ترى دي تطلع كام? طبعا بتاع من حق ان انا اعمل سام للرو ممكن اخد اوصل للترايانجولار على حسب. تمام? حاول بقدر الامكان تشجل المنتالة النفوخ اللي ما بيني اللي عندي بحيث توصل للحل بتاعك بسرعة. فهنا انا لقي كل واحد فيه one جنبيه اوميجا جنبيه اوميجا سكوار اوميجا سكوار جنبيها one جنبيها اوميجا اوميجا. ee بتدينا كام? zero فانا هنا اقدر بمنطقة البساطة بلاس كولوم سرى وده من حق وما بيغيرش alpha يابعة terminant, يبقى كده هنعمل ال one plus omega plus omega squared هتدينا كام? هتدينا zero. Plus one plus omega برضو zero. omega plus omega squared plus one برضو جايباني كام? zero. ويتفضل عندنا omega one omega squared omega squared omega one. طبعا اي determined يطلع كامل كله زيروز او رو كامل كله زيرو زي بقى ده على طول ايكوال كام ايكوال زيرو اللي هو الانسر نمبر بي. السؤال اللي بعده. ايه الميزة اللي قالها? دايما يا جماعة في مسائل هو بيدي معلومة. المعلومة دي بتربط عندك انت في حاجة معينة هي دي اللي بتحل لك المسألة. زي بالزبط هنا وقت المعلومة انه هو على يعني معنا كده انها الاكس ليها والز ليها الواي بتاعتها هي اللي بزيرو. تمام كده الكلام? البيتوين فروم واي زيد بلين. طيب. ادامي البيت عاليكس زيد يبقى الواي بزيرو. مين الواي بتاعنا? اللي هو هنحطه ايكوال كام زيرو. يبقى الايه بتاعتي ايكوال كام نيجاتيف سري. تمام? عايزين المسافة من الواي زيد. المسافة من اي بلين هي بتاع الضيمينشن التالت. فطبعا ده يبقى ناخد بتاعنا ابسوليت فاليو الاكس. طب. الايه جد بنيجاتيف سري. يبقى الاكس عندي هنا هو تو ايه. الاكس نفسها بنيجاتيف سيكس. لكن انا عايز يبقى مسافة بالبسطف. يبقى بتاع الاكس هيطلع لي بسطف سيكس يبقى بتاعنا سيكس. تمام كده يا ولادي? السؤال اللي بعده. داياميتر لينس اوف سفير. اه اكس سكوار بلاس واي سكوار بلاس زيد سكوار. مينس فور اكس مينس سيكس واي. مينس ايت زيد. الكلام دوت ايكوال بلاس فور ايكوال زير. طيب. اه داياميتر بتاعنا. يبقى انا دي الجنرال فورم. الجنرال فورم اول حاجة لازم تشوفها. هل الاكس سكوار والواي سكوار والزيد سكوار فيه قدامهم اي نمبرز او اي ساينز. لاني ما ينفعش اشتغل. اللي لو الاكس سكوار والواي سكوار والزيد سكوار ماشي يكونوا بالبلس وكوفيشنس بتاعتهم وان. ساعتها اقدر اجيب سنتر وبالتالي اقدر اجيب كمان ريدياس. طبعا السنتر نيجاتيف هاف كوفيشنس الاكس ونجاتيف هاف كوفيشنس زيد. اللي هي امسك النمبر اللي قدام الاكس هيدينى بوسطف تو. ونجاتيف سيكس هيدينى بوسطف سري. ونجاتيف ايت دفايد نيجاتيف تو هيدينى بوسطف فور. يبقى السنتر تو ثري فور. ريدياس بقى الردياس سكوار روت. ارقام السنتر باور تو اللي هي تو باور باور تو بلاس فور باور تو. ماينس دي. مين المقصود بالدي? النمبر الكونستانت اللي موجود في الاكويشن ولازم يكون جوه ولازم تكون الاكويشن زيد. ويبقى كده هنعمل ماينس كام? ماينس فور. هتحط الحزبة بتاعتك دي عالكالكولوتر هتلاقي الحزبة جابه لك كام? يبقى الاجابة ايه بالزبط كده يا جماعة? ايوة كلكم هتتخضع وتروحوا للفايف يا فندم هو طالب الدياميتر مش طالب الريدياس. طبعا الدياميتر يعني توايس الريدياس. توايس الريدياس يعني الانسر بتاعنا ايكوال تن. فبعد اذنك باخد بالك من تفاصيل المسألة. لا يكون سؤال بسيط وانت هتقع فيها لما فيش. تمام? السؤال اللي بعده. اف ايه فيكتور بربنديكولار تو بي فيكتور. وايه فيكتور بربنديكولار تو سي فيكتور. وعندنا الفيكتور بي والفيكتور سي. ومدينا نورم الفيكتور ايه 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 الموضوع مرتبط بالمعلومة الاولى فيكتور A بربنديكلار على فيكتور B وفيكتور A طب عندي نفس نفس اللي هما البي و السي ازاي اجيب بح accommodate على الحاجة الوحيدة اللي في المنهج اللي بتجيب ماشي ما فيش حاجة تانية. ما فيش حاجة تانية. ما فيش حاجة تانية. يبقى انا عشان نعرف ال فيكتور اي لازم اعمل الاول الفيكتور ال فيكتور سي عشان يديني الذي TON اللي ي��고 لر عليه اللي هو. طبعا يبقى كده هنعمل الاي الجاي الكاي هنحط ال سري والتو والفكتور التاني اللي هو وان وان كده هنبدأ نيجيب بتاعتنا هتطلع سري ماينس تو. اه سري ماينس فور تطلع نيجاتف وان اي. نحسب الجي بتاعتنا تو طايمز الون بطو مينس تو طايمز الون بطو. يبقى ماينس تو جابت لي زيرو. اك بتاعتنا اللي هي ملتبلاي تو بفور ماينس سري تطلع لي نيجاتف اي بلس كي. يعني معنا كده ان في دايريكشن الاي. الاكس بتاعته نيجاتف وان. الواي بتاعته زيرو الزد بتاعته بون. او ما شابه. يعني ايه? برضو في دايريكشن الايه? نيجاتف تو زيرو وان. وزيرو نيجاتف وان. كل اللي هما على نفس الريشيوز. باشي? فالفكتر الوحيد اللي محقق الديريكشن ده هنا اللي هو مين? نيجاتف فور وزيرو وفور. جاي لي في دايريكشن الايه? وفي نفس الوقت النورم بتاعه ايكوال فور روجو تو. خلى بالكم من معاني الكلام يا جماعة. هو ممكن يكون ايه الكلمة بسيطة. غايبة عن نفوخك انت عايز تعمل ايه بالزبط? فهنا المعلومة كانت الحاجة الوحيدة اللي بيجيب لي على اتنين عشان بتاعه دايما بيطلع لي داييريكشن بيربين ديكولار عالتو بلينز. والدليل على كانان احنا ما بنشيجي نشتغل اي كروس جي بتدينا كي كروس اي تدينا جي وهكزا. بتطلع في داييريكشن بيربين ديكولار عالبين. السؤال اللي بعده. انجل بتوين البلين سري اكس بلس تو واي بلس زد ايكوال اليفن. والاين اكس مينس وان اوفر تو ايكوال سري مينس واي ايكوال اه وزد ايكوال فور. انتم متعاودين نجيب انجل ما بين فيكتور وفكتور. وانجل ما بين لاين ولاين. وانجل ما بين بلين وبلين. دول كلهم دي تقريبا نفس الرول اللي هو الكلام ده بيكون ايكوال كوزين الانجل. لكن لو طلب انجل ما بين بلين ولاين. ماشي? البلين زي ما انت شايف كده هو ده المنظر بتاعه. تمام? اللاين هوت عايزين الانجل اللي ما بين البيلين واللاين. يعني عايزين الانجل دي. ايه اللي احنا بنقدر نجيبه لللاين? بنقدر نجيب له اللي هو بالنسبة لي هنا في المسألة ديت اللي هو هيبقى التو. والنجاتيف وان لان طبعا فيه جنب الواي فهيتاخد وينزل تحت. يعني دي لو اتزبط اتبقى واي مينس سري اوفر نيجاتيف وان. وطبعا الحالة اللي يجيب لك فيها زد ايكوال رقم كده وده مقصود ان الرقم اللي بتاعنا كان زيرو في بس انا طبعا ما نقدرش نكتب حاجة يعني لابن يزبالي كده انا عارفوه خلاص انه هو هيطلع وزيرو خلاص ده انا عارف. واللي اقدر اجيبه من البيلين مين النورمال النورمال ده اللي هو ده اللي هو هيبقى عندنا السري والتو والون دول اللي معايا. تمام? بس انا عايز الانجل اللي ما بين اللاين والايه والبيلين. بسيطة خالص. ايه علاقة الانجل اللي ما بين الاتنين بالانجل اللي تحت ديت. طب حلو لو انت عايز تعمل ما هي تبقى ايه? بتقلب من كوزين لايه? لصين. فممكن تشتغل على طول انك تقول له لا ده انا هشتغل المرة دي صين نفس القانون. ماشي? ايه اللي خلها صين? ان الانجل اللي احنا بنجيبها دي الانجل اللي انا عايزها. تمام? فتقلب لك كوزين اللي ايه? لصين وساعتها هقدر اجيب اللي ايه? السيتة على طول. يبقى كده سيتة اكوال الفيكتور دي. دوت الفيكتور ان. اوفر نورم الفيكتور دي. نورم الفيكتور ان. الفيكتور دي اللي هو تو مع مع الزيرو. دوت الفيكتور ان اللي هو مع مع الوان. كل ده دفايدد. سكوار روت فور بلاس وان بلاس زيرو. سكوار روت الناين بلاس الفور بلاس ال وان. وطبعا فوق اللي هو هيكون اكوال سيكس. ونيجاتف وان تايمس تو اكوال نيجاتف تو وزيرو ملتبلاي اي حاجة زيرو. يعني اللي فوق خلاص كده هيطلع معنا بكام? بفور. واللي تحت هنا هو تقدي عندك هنا هو تروت الفايف. وعندك هنا هو تروت الفورتين. هتحط الحزبة بتاعتك على الكالكوليتور. وتعمل بقى المرة دي ايه? الانسر. المرة دي هتعمل ايه? الانسر. هتجي لك الانجل بتاعتك اللي ما بين والبيلين. خد بالك من التركات الصغير دوت. انجل ما بين تو فيكتور طول امرها بالكوزين احنا عارفين. لكن لو طلب الانجل ما بين ده الانجل مش ما بين التو فيكتور. تمام? ده الانجل اللي ما بين التو فيكتور الانجل اللي مطلوبة. وقدم هي ممكن تحول القالون على طول ايه? يقيم ما تجيب الانجل نفسها عادي خلاص زي ما انت متعود بالكوزين. بس بعد ما تطلع تعمل لها الانسر. تمام? كده الكلام? نشوف السؤال اللي بعده. التو ميدل ترمز. اولا الباور هنا كام? 11. يبقى النمبر اوف ترمز كام? انا من نمبر اوف ترمز. ايفن نمبر يبقى تو ميدل ترمز. لو كان اود نمبر يبقى ميدل ترمز. مين هما تو ميدل ترمز? تولف دبايد تو تيدينا سيكس واللي بعض ويدينا كام سيفن. يعني تو ميدل ترمز تي سيكس وتي سيفن. الرشي وما بينهم. طب احنا عارفين ان احنا عندنا الرول بتاعة التي ار اوبر تي ار ماينس ون. ماشي? لو نعمل ترمين دبايد بعض ومتعودين نحط الار الكبيرة فوق. طب انا ماشي بمزاجي ولا ماشي بكلام المسألة? ماشي بكلام المسألة. هو قال لك ما بينهم يعني بترتيب التواجد اللي هو. يبقى هو الاول والتي سيفن هو التاني. ما بينهم جايبه لي كام? ده انا مجبر على كده. طب هتولي ما انت حطت الار الصغيرة فوق لك بسيطة. بقى كده اعدلها تاني. واقول التي سيفن اوبر التي سيكس. ورا حطت الناحية التانية النيجاتف سريه الياح ايدي اف الكتاب. لكن ما ينفعش ان انا اخد ترتيب بمزاجي انا. هو قيل ترتيبهم يبقى احنا كده بالنسبة لنا ادام حققنا ما بينهم. والار اكبر من الار بواحد. نقدر ناخده على طول كده. الان اللي هي اللي هي الباور بتاعنا. الار الصغيرة اللي يمين سيكس. بلاس وان اوبر الار الصغيرة اللي هي سيكس. تاني ديفايد الترمة اولاني. يعني هنا هنحط النيجاتف تو بي اوبر السري ايه. الكلام دوت الانسر بتاعنا هيطلع كام? انا شغال فاكك الراشيو دي. تمام? ماينس سيكس فايف بلاس وان بسيكس سيكس ديفايد سيكس كانسلد. والنيجاتف تو اوبر سري ديفايد نيجاتف تو اوبر سري كانسلد. يبقى بي اوفر اي اكوال وان اللي هي الراشيو ما بينهم تطلع كام? وان. ماشي? تكير من الحتة الصغيرة اللي زي كده لانك ممكن تاخد راشيو مقلوبة تعقرب المسألة معك. ركز في التفاصيل الصغيرة دي. السؤال اللي بعده. اه حتة صغيرة كده عايز اعلمها لكم تفاصيل شغل. لو اعتبرنا انه النبر زد في فرس كوادرانت فده انجيلو بتبقى سيد. الزد كونجيجوت بيبقى فين ما هو? الزد اكس بلاس اي واي. الزد كونجيجت اكس مينس اي واي. فهتلاكي لك فين? في فرس كوادرنت. وطبعا ده على طول انجيلو كام? بنيجاتف سيتا. تمام? طب نيجاتف النمبر لو عندك اكس بلاس اي واي تجي في ليه تجي في ليد طبعا دي اللي احنا بناخد فيها الانجل بسيتا ماينس وان ايتي. ولو خدت في هتلاقيه جايلك في وده معناه ان الانجل بتاعته سيتا. لو حفظت الخريطة دي هتربط لك الاربع ارقام دول مع بعض بسرعة جدا لو انت شجل بيهم في حاجة في الامتحان. زي مسلا هنا بيقولي نمبر زد كونجيجت. زد كونجيجت. حطي لي شرطة فوق يبدأ كده ايه? الكونجيجت. انجل الزد كونجيجت نيجاتف باي اوفر سري. طبعا انا كده يبقى عرفت اني الانجل بتاعت الزد نفسها ببوسط باي اوفر سري. تمام? ذن البرنسبل امبليتود اف النمبر زد بلاس زد اي. زد بلاس زد اي. هنا بالنسبالي النمبر زد بلاس زد اي. طبعا انا معيش الزد عشان اقدر احولها وعرف الانجل بتاعتي. لازم نحولها الفورمة من الفورمز بتاعت الابريشن بتاعت الكمبلكس نمبر. فلو هنا خدت الزد نمبر ده وتخدتها هيتفضل لك اللي هنا وان بلاس اي. انا مش عايز حاجة غير يعني عايز الانجل. فانجل الزد كام باي اوفر سري. انجل الكمبلكس نمبر وان بلاس الاي. طبعا اه بقيت مشهورة بالنسبة للناس اللي جانب الاي وان واللي الواحد وان وان تجيلي فورتي فايفو. واللي اتنين يبقى في يبقى الانجل دي كام? بواي اوفر فور. ما نساش ان الابريشن هنا ان هما ملتبلاي بعد. وادم هما ملتبلاي بعد. يبقى الانجل زي بتتعمل ايه? بالبلس. يبقى باي اوفر سري بلس. باي اوفر فور. لو عملتعك الكالكولوتر وان اوفر سري بلس وان اوفر فور. الكالكولوتر تقولك سيفن اوفر تولف. باي. الكلام ده هواتي اللي هو الانسر نمبر سي. بتاخد بالك من التفاصيل الصغيرة ده. وتربية الزد مع النجاتف زد مع الزد كونججيت مع نجاتف الزد كونججيت. آآ ناخد سؤالين مقالي كده. ماشي? السؤال المقالي الاولاني مسلا يجي يقولك ايه? عايزو طالع. ايه بلاس تو سي? ملتبلاي ايه ماينس سي اول باور تو. دي انا باعتبر ان اه وضع السؤال شبه بيغششني ايه اعمل ايه يعني? ليه? ادم انا بنشل على تارجت معين يبقى انا عارف ان انا عايز اجمع بحيس التارجت ده يطلع معي. يبقى انا عايز اجمع بحيس يطلع الايه بلاس تو سي معي. تاني حاجة معي اي مسألة مش طلعة بزيرو طلعة بفاليو. اعرف على طول انها ادام وزاوة يبقى انت اكيد هتوصل لحالة التريانجولر اللي هي موجودين عندي. يبقى كده في حاجتين كده هم خلاص دول الهدف بتاعي. طول التارجت بالنسبة. فنبدأ الاول نشوف ايه التجميعات اللي ممكن تجيبلي الايه بلاس تو سي او الايه مينس سي على فكرة مش تزيم البراكتات تكون مترتبة. يعني ممكن تبدأ بالبراكت التاني هو ده اللي التارجت عليه او البراكت الاولاني. بس انا بالنسبة لي البراكت الاولاني جاي جاهز بصراحة يعني ايه جنبيها تو سي وهنا ايه جنبيها تو سي وهنا ايه جنبيها تو سي. يعني انا ممكن اعمل كولوم وان بلاس كولوم تو بلاس كولوم سي. فهيطلع عندنا اي بلاس تو سي. اي بلس تو سي. اي بلس تو سي. ويتفضل هنا سي اي سي. وهنا سي و سي مع الا. تمام? انا نفس الحاجة كونت عندي في كولوم معين اقدر اخدها كومون فاكتور يعني نقدر نشد دلوقتي اي بلس تو سي كومون فاكتور فروم كولوم وان. ايه اللي هيتفضل بقى ساعتها? وان 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 سي اي سي وسي سي اي. انا وصلت للمرحلة دي كده خلاص. كده التارجد بتاعي ان انا يطلع اي مينس اي قول باورتو وانا عارف ان التارجد بتاعي برضو هيكون سري زيرو زركنا. حاول تنشر على الزري زيرو زي العطول بعد تاني خاطو. تمام? يعني انا بالنسبة لي لو قدرت اوصل بالسي دي تبقى زيرو والسي دي تبقى زيرو والسي دي تبقى زيرو ويبقى يا سلام كده الموضوع خلص تماما يعني. حاول لما اجي لك ونوت استغل الونات كتير انا من الحقي ان انا نعمل وجمع. او طيام وماينس. طب ايه رأيك لو عملنا دوت. وماينسنا من قولوم تو ومن قولوم سري. طبعا حافزلي على ايه بلاس تو سي بر عادي. هنعمل ايه? قولوم تو. هنخليه يروح يبقى كولوم تو. ونفس الموضوع هنخليه يبقى كولوم سري. مينس سي. في كولوم وان. طبعا كده كولوم وان مش معنى انه بقى آآ آآ سيهات. لأ. كولوم وان لسه زي ما هو وناط عادي زي ما احنا. ماشي? كل الموضوع ان انا بالنسبة لي هعتبره سي في نفوخي. يعني هبدأ اقول كده هوات. ادي البراكت اي بلاس تو سي ما تنسهوش. هيتفضل دي ترمان انت وران. ايه ده وناط زي ما هو. بس انا دلوقتي عاملوا طايم السي. يبقى هو بالنسبة لي ايه? سي هات. فكده سي ماينس ده بقى بالنسبة لي سي. يبقى دي تلعت زيرو. ايه ماينس سي. يبقى دي تلعت ايه ماينس سي. سي ماينس سي تلعت بالنسبة لي هنا مين زيرو. نفس الكلام بالنسبة لكلوم الاخير. سي ماينس سي تجيب لي زيرو. وسي ماينس سي تجيب لي زيرو. والاي ماينس سي جابت لي ايه ماينس سي. التلات زيرو هاتروك نتكونه يا يا سادة? خلاص يبقى انا اقدر اخد الدياجونة لده بعده. يعني تطلع النتيجة بتاعتي. مالتيبلاي اي ماينس سي. او اللي هي one مالتيبلاي اي ماينس سي مالتيبلاي اي ماينس سي. خلى بالك وهو الطبيعي ان الديتورمننت في الامتحان بالكتير قوي من خطوتين بالكتير قوي التالتة. بالكتير قوي التالتة. فلو اه وسع منك في الامتحان وحسيت انك بتحسبك كتير قوي بالزيادة عن اللزوم. حاول بقدر امكان تعدل الخطة اللي في نفوخك اللي هتخش بيها المسألة. تمام كده الكلام? اخر مسائلنا النهار ده بقى. افضلين اكس مينس تو اوفر سري اكوال واي بلس التو اوفر اي واي بلس وان اوفر تو اكوال وان مينس زد. انترسيكت تو بلينز اللي هم تو اكس بلس سري واي مينس زد بلس سرتين وسري اكس بلس الواي بلس الفور زد اكوال سكستين ات تو بوينز او بي. ارجع تاني واقول مسائل السوليد جومتري السؤال بيتكلم وانت اللي تفهم انت محتاج في اللحظة دي ايه بالزبط? هو السؤال بيقول فيه عمل مع تو بلينز. ماشي? في نقطتين تو بوينز او بي. عايزين الديستانس ما بين تو بوينز دول. تمام? ديستانس ما بين تو بوينز. يبقى انا عايز اعرف تو بوينز نفسهم. طب ايه هما تو بوينز دول? الانترسيكشن ما بين اللاين بتاعنا مع البلين الاولاني ومع البلين التاني. طب نروح سألين نفسنا ازاي اصلا اجيب انترسيكشن ما بين لاين وبلين. في كل المسائل اللي يكون معانا ستريت لاين وعايزين نجيب كبوينت ما بين دا وحد تاني. دايما بتبقى افضل الطرق بالنسبالي لانها بتبقى في الاخر بترسع على ثب بيبقى سهل ما جايبه. يعني ايه? انا بالنسبالي اهو اكس ماينس تو اوفر سري اكوال واي بلاس الوان اوفر تو اكوال وان ماينس زد. بحط دوت اكوال برامتر تي. وابدأ اصفي الاكس والواي والزد انترموز تي. يبقى اكس من هنا السري هتروح تايمز والتو هتروح بالبلس يبقى الاكس هتبقى ايكوال سري تي بلاس التو. بالنسبة للواي التو هتروح تايمز يبقى تو تي والوان هتروح بالماينس يبقى ماينس وان. بالنسبة للزد بالنسبة لي هنا هو اه لو وديت الوان الناحية التانية هتبقى تي ماينس وان بس فيه نيجاتف هنا جنب الزد فيبقى الزد نفسها ايكوال وان ماينس تي. كده انا خليت الاكس والواي والزد بكم قنون? بقنون واحد اللي هو مين التي? لو جبت التي جبت البوينت. خلاص? طب احنا عايزين نجيب انيتي بالزبط تي ما بين اللاين مع البلين الاولاني والبلين التاني. اروح رايح على طول للبلين الاولاني. شايل كل اكس وحاطتها سري تي بلاس تو كل واي تو تي ماينس ون وكل زيد واي ماينس تي. يعني كده المسألة عندي هتبقى تو. هشيل الاكس واحطها سري تي بلاس تو. بلاس سري واي. يبقى ادي سري وهنحط الواي تو تي ماينس ون. هنحط الزد بتاعتنا اللي هي ون ماينس تي. بلاس سيرتين. الكلام ده ايكوال زيرو. كل كوبايته اسازة دلوقتي في موضوع والكلام اياه ده كل. تمام كده? عايز اه توزع بقى براكتاتك باديك ماشي. عايز تعمل ماشي. لو الناس اللي شغلها باديها كتير. هتدخل اتو جوه هيبقى هنا عندك سيكسي تي. بلاس فور بلاس سيكسي تي. مينس سري ماينس ون. بلاس تي بلاس سيرتين اكوال. زيرو. تجمعي بكده سيكسي تي بلاس سيكسي تي izing two of t بلاس تي بادي كده كام سيرتين تي ودي هنا يتبقى مينس سري تبقى ون. ون مينس ون تبقى زيرو. ويتفضل معي بس ال الكلام ده كام زيرو. يعني التي بتاعتي جاتلي بكام بنيجاتي ابو. وان. وصلة? طيب. التى بتاعت اللي هي دي كده. دي بتاعة ما بين اللي اللي موجود معايا. يعني اقدر احط هنا هوت. وحط هنا اجيب ما بين اللي والبلين الاولاني. لما تحط هنا طبعا تطلع لي نيجاتف وان. وتحط التي هنا بنيجاتف وان تو تبقى نيجاتف سري. وتحط في الاخر تطلع لي كده اسمي ايه? جبت ما بين الاولاني. طيب عايزين نجيب ما بين الاولاني. خلاص نفس الفكرة ونفس الطريقة بالنسبة لي مفيش فيها اي جديد. بس كل الموضوع هنعوض مكان الاكس والواي والز فين? في البلين التاني بتاعنا. يعني كده بالنسبة لي يا فندم. هبدأ احط هنا هوت سري وهشيل الاكس بتاعتي وحط مكانها سري تي بلاس تو. بلاس واي يبقى بلاس تو تي ماينس ون بلاس فور زد. يبقى عندنا هنا فور طايمز الوان ماينس التي. الكلام ده سيكستين. هتجيب دقيقة بقى المرة دي هتلاقي بتاعتي جات لك بكام? بوان. ادامي بتاعتي جات لي بوان. يبقى التانية. هنعوض في الاكس بالوان سري تايمز وان فري بلاس تو فايف. وهنا تو تايمز وان بوان. وهنا وان ماينس وان جابت لي كام? زيرو. كده انت خلاص في المشهد النهائي يا فندم ان دي كده هو ودية كده هو يبقى انت كده عايز تجيبي ما بينهم وطبعا اللي هو ماينس بعد يعني بنيجاتف سيكس باور تو تطلع لي سيرتي سيكس ونيجاتف سري ماينس وان باور تو يعني باور تو تطلع لي سيكستين وطو ماينس زيرو باور تو اللي هي التو باور تو اللي هي تطلع لي كام تحط بتاعك عكا تطلع ايكوال تو سكوار روت فورتين اه انا كده خلصت معاكم النهاردة بعض الاسرين اللي انا كنت حاولت نوه عنها اه 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 بحكاية ليون مع سواء انجل ما بينهم سواء لو خدت بالكم انا مركز فيها قوي ليون مع جبت مرة ليون مع جبت مرة انجل ما بينهم آآ ليون مع بلين جبت علاقة ما بين والنورمل اهتم اه اه بامر الحاجات اللي فيها تضار ما بين اللاين و البلين لاني اللاين مع لين امره سهل وبلين معبلين أمره سهل آخر لقائي بيكو السنة دي كان النهاردة آآ بجد بتمنى لكو كلكو آآ كل خير وربنا يوفقكو يسعدكو والرضى من عند الله آآ انت ما تعرفش الخير بتاعك فين أدام اجتهت وعملت اللي عليك ارضى بالمجموع بتاعك وارضى بالطريق اللي ربنا حدده لك انت ما تعرفش ان كان هو الطريق دوت اللي انت حاطت في دماغك ان هو ده الطريق الصح او هو ده الطريق الغلط ان هو ده الصح والغلط ربنا هو اللي يعرف ربنا يوفقكو ويكرمكو وارجو ان انا ما كنت تقيل عليكو الفترة اللي فاتت استودعكم الله الذي لا تضيع ودعو بالتوفيق لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته